الشيء غريب واقعاً الإشكال الرابعة هو مهم وهو أنه توجد روايات معتبرة صحيحة السند أعلائية يقول هذا الذي قلناه في التقية ترى مو مرتبط بالفتوى بالحكم الشرعي مرتبط بسلوككم الخارجة إذا اضطررت أن تعملوا بالتقية إذن الإمام عندما ترد رواية على التقية يعني فتواية تقية لو أنت يعني قضية شخصية لو قضية مرتبطة بالحكم الشرعي قضية شخصية أحسنتم أنت فارد يقول له يا سيدي ابن رسولة يقول له وين مفطرية تتوضى ماذا لم شنو مو أنطيك رواية شنو اتصلي مثلهم أبداً ما أنطي أنا أنطي الأحكام صحيحة أنت بعض الأحيان تضطار هذا الاضطرار مرتبط بالفتوى لبسلوكك الخارجي والتقية الأغيون صحب الحدائق وغيره وحملوها على ماذا على الفتوى بيان الحكم الشرعي هاي الروايات مولانا في الوسائل المجلد السادس عشر عزيزي وهي روايات معتبرة أنا بيودي الباب أصلا هو هذا عنوانه باب وجوب التقية في كل ضرورة بقدرها والاضطرار مرتبط بالحكم والفتوى لو مرتبط بسلوك الفرد مولانا الشارع قال أن الميتة شنو هي حرام هاي تقية لحكم بيان الحكم الواقعي لو بيان الحكم الواقعي انت إذا اضطريت شنو اكبر مو أنطق فتواها مو فتواها مو مرتبطة بالفتوى بالحكم مرتبط ماذا بالسلوك وأين هذا من أنه كل ما وافق العام محمله على التقية شنو علاقة أصل قال الرواية انظر الرواية محمد بن عقوب الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن ربعي عن زرارة عن أبي جعفر التقية في كل ضرورة سؤال قد يقول سيدنا هذا عنوان ضرورة أمون الجواب وصاحبها أعلموا بها حين تنزلوا به إذن المرتبطة بما شخص مولان قضية شخصية شنو علاقته فقهنا صار تقية مولانا هذا اللي الآن واقعا وحدا من أهم إشكالاتي الطرف الآخر علينا يقول ما معلومة شو وقت يحشون صدق شو وقت يحشون شنو تقية مولانا مع أنه أهل البيت سلام الله عليهم على الجزم واليقين لم يتقوا في بياناته في كل الأحكام مولانا إلا ما ذكرته لكم فيما سبق وهو أنه في حالاتي أنه يقع خلاف مع ماذا مع السلطة مولانا فيدخل في الخطوط الحمراء شنو مع السلطة هذا كبحث آخر يعني أخذ عنوان آخر وإلا إذا كان البناء خواص أصحاب من ينقل يعطوهم تقية لحب بين المبناء على شنو جائنهم على شنو على شنو يعطون دماؤهم وهو جاء يسوى تقية مع السلطة ويحش حشي ماذا حشي السلطة على شنو بعد يذبح ويقتل ويزجن وإلى آخر على شنو مولانا نعم كان يحددون فتحدود خطوط حمراء أنا أسمي والنظام بالنسبة إلى أعزائي بيني وبين الله بالنسبة إلى ما يهم شنو طاهر شنو النجس مو يمن كما الآن أنت في أي مكان روح مولانا بعد عشت النظام الديكتاتوري المستبد البائد في العراق ما كان يمن أنه أنت تقلد واحد يقول طهارة الكتاب لو مشكلته وين كانت وين اللي لا يقول حارب السلطة لو شنو لا تحارب هاي عنده مشكلة هنا أما أنت تريد تقول أنا أقلد فلان يقول بطهارة شنو هذا يقول نجاس هذا يهمني أو لا يهمني لا يهمني الذي يهمني ما هو أنه هذا يريد يسوي حزب لإسقاط السلطة لو ما يريد يسوي حزب لإسقاط السلطة ما ها يعني صاحب الضرورة أعلم بها حين تنزل به إذن قضية شخصية لو بيان حكم شرعي مولانا قضية شخصية أنت أعرف مولانا الإنسان على قدر الضرورة رواية أخرى قالوا سمعنا أبا جعفر يقول التقية في كل الشيء يضطر إليه ابن آدم فقد أحله الله وهذه قاعدة الاضطرار ما علاقة بشيء وهكذا الباب باب 25 من أبواب الأمر والناهي من كتاب وجوب التقية في كل ضرورة كتاب الأمر والناهي باب الأمر والمعروف الناهي عن منكر هذا أهمت الإشكال الرابع الإشكال والخم لا بل الشخص أنا أصلا ما إلي علاقة بالتقية بالأحكام ولا أغيون دي يقول إحملها على كذا الله يحفظ شيخ أنا شيخ أنا أقول دي يقول المرجح يعني حكم شرعي يعني عندما تتعرض عندي روايتان وحدة أحملها على الواقع وحدة على شنو هذا مرتبط ببيان الحكم الشرعي يعني المخالف هو الحكم الشرعي والموافق شنو هو مرتبط بالفتوى بالحكم الشرعي إحنا دي نتكلم في المرجحات وين في القضية الإفطرارية وفي بيان الأحكام الشرعي الآن أنا دي أتكلم في حكم الإفطرار بالنسبة إلى أهل الكتاب دي أريد أرد أن أرى الحكم الشرعي شنو هو الحكم الشرعي شنو حكم الشرعي بغض النظر أني مضطر أو غير ماذا حكمي ما هو حكمي إذا وجدت أهل الكتاب أتعامل وياه طاهر لو نجس ياه منهم حكم الشرعي بغض النظر أني مضطر لو مضطر أصلا عايش بالعراق مولانا مشكلة ما عندي وياه حكم الشرعي ما هو المرجح لبياني شنو لترجيح الحكم الشرعي لترجيح الفتوى والروايات تقول التقية لترجيح الحكم لو مرتبط ماذا بالشخص مولانا شنو علاقتين الاشكال الخامس